هاي ستودانس في هذا الفيديو سأتحدث كيف تقوم بإمكانك الدسيمال بي 10 100 1000 هاشرح كيف بقدر إقسم أي دسيمال نمبر بي 10 100 1000 فإذن متل ما قلنا الرول بتقول انه بدي حرك الدسيمال point تعيط الدفيدان to the left of the number اوكي إذا عنا 12.8 ديفيد بي 10 اوكي 12.8 ديفيد بي 10 احنا عم نقسم هون على 10 فلما بدي أقسم على 10 بقلبها 1 0 اوكي 10 contains only 1 0 فلازم حرك الدسيمال point مرة واحدة to the left اوكي فبحرك الدسيمال point مرة واحدة to the left فبتصير البوينت بين ال 1 وال 2 فبيطلع عندي الانسر 1 point 28 اوكي فإذا لقسم by 10 10 يعني 1 0 فبحرك ال point مرة واحدة to the left ليطلع عندي الجواب اوكي اهم شغله بالدفجن انه بحرك ال point to the left خلينا نشوف هؤدي الاكزامبل 44.5 divided by 1,000 اوكي divided by 1,000 1,000 it contains three zeros how many zeros 1,000 contain it contains three zeros فإذا لازم حرك الدسيمال point three times to the left اوكي يعني بحرك three times to the left as many zeros as there are اوكي بجي عند ال point بحرك اول مرة تاني مرة وتالت مرة بعد عندي مرة اوكي هلا بتالت مرة متل ما شايفين ما عاش في numbers ما عاش في digits بالنمبر فشو لازم حط لازم حط zero محله الجابس الفاضيين لازم حط zeros فبيطلع لازم زيد zero والpoint بتكون قبل الزيرو كمان لما يبطل عندي ارقام بالwhole part لازم حط zero فالانسر بيطلع 0.045 اوكي 0.045 خلينا نشوف الاكزامبل الثاني 49.1 4.91 90 اوكي اهم شي بتكون دالكن منتبهين لانو بحرك البونت لانو عندي بس كم مرة لازم حرك هون بتطلع عم بقسم على 100 100 كونتينز 2 زيروز يعني بده حرك الدسيمال point مرتين to the left بيجي بحركه مرة اتنين فلازم تطلع البونت قبل ل3 بيطلع عنا طلعوا كل حركته مرتين بيطلع عنا الانسر 0.383 فازان الانسر هو 0.383 اوكي خلونا هلأ نتقل عال اكزامبل لبعضه 4.8 divided by 100 100 كونتينز 2 زيروز فازان لازم حرك البونت بال 4.8 2 times to the left اوكي مرتين لورا فبيجي بحرك البونت مرتين لورا هيد اول مرة وهيد تاني مرة بس ننتبهوا بتاني مرة لما حركوا ما عندي رقم حطوا قبل فشو لازم زيد متل ما قلنا لازم زيد 0 فبيطلع الانسر 0.048 اوكي 0.048 لما ما حط شي بالدسم يعني 0 خلينا نشوف اخر اكزامبل 23.92 divided by 1000 شو معنا divided by 1000 23.92 عم بقسم على 1000 1000 contains 3 zeros بقلب 30 0 فاذا يعني لازم حرك البوينت 3 times 3 times to the left فهيدي اول مرة هيدي اول مرة بتصير بين 23 تاني مرة تالت مرة متل ما انه بس اصل لمطرح ما في رقم شو لازم حط 0 فاذا بيطلع الانسر 0.02392 فاذا اهمش بالدفجن انه لازم حرك الدس مرة 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 تطلع 7.21 الاكزامبل التاني 21.64 divided by 1000 divided by 1000 يعني عنا 3 zeros يعني لازم حرك الدس مرة 3 times to the left فبيطلع الانسر 0.02164 اهم شيء بدي ارجع اقول و بدي اركز على الموضوع انه لما بدي حرك الدس مال بوينت لازم حرك بالدفجن اوكي